دعم غير مسبوق توليه الدولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كونها أحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية ومن الأمثلة الوعدة في هذا المجال مصنع سمارت لتصنيع الأبوات البلاستيكية بمنطقة ميرغن بالإسكندرية دعم غير مسبوق توليه الدولة المصرية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية حيث عملت الدولة على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالية وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات ومن الأمثلة الواعدة في هذا المجال مصنع سمارت لتصنيع العبوات البلاستيكية بمنطقة مرغم بلاسكندرية منتجات مهمة للمستهلك وبشكل جذاب يساعد السوق المحلية على الاستغناء عن الاستيراد بتوفير منتج مصري منافس كانت هي الأهداف التي أنشئ من أجلها مصنع سمارت الدولة نجحت من خلال أجهزتها المختلفة في تشجيع القطاع الخاص من خلال هيئة التنمية الصناعية التي وفرت رخصة المنشأة بنظام طويل المدى وبأجر رمزي الوحدات تم تجهيزها بالخدمات اللازمة مثل الكهرباء والمياه وأجهزة الدفاع المدنية ومساعدتها على استخراج التراخيص في أماكنهم بطريقة سهلة وسريعة أوجه الدعم تتوالى من خلال تطبيق أهداف التنمية التي وضعت رواد الأعمال كعنصر هم من عناصر دفع عجلة الاقتصاد من خلال تقديم كافة التسهيلات لأصحاب تلك المشروعات من أجل تحفيزهم على الاستمرار اشتركوا في القناة